في بلد يعاني من كوارث إنسانية تتصدر مشاهده اليومية لا يسير الوضع إلى الأفضل فالخوف والموت هما سيداء الموقف حرب لم تستثني أحدا وجوع ترتفع معدلاته كل يوم هكذا أصبحت الصورة بعد عامين من الحرب المشاهد ازدادت دموية منذ اجتياح الحوثيين لمعظم المحافظات ومنذ ذلك الوقت والمنظمات الحقوقية لا تكف عن إطلاق نداءاتها الإنسانية المتكررة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس قال إن طفلا دون السن الخامسة يموت كل عشر دقائق لأسباب يمكن الوقاية منها غير أنه لم يتم تدبير سوى 15% من المبلغ المطلوب للإغاثة في اليمن مليار ومئة مليون دولار كانت هذه حجم مبالغ المساعدات التي تعهتت بتوفيرها 40 دولة ومنظمة وذلك في ختام مؤتمر استمر يوما واحدا في جينيف أنقذوا الأطفال الموقف كارثي وكل من قابلناهم وصفوا أن الحياة أصبحت غير محتملة في اليمن هذا ما أكده أيضا مدير عمليات الصليب الأحمر الدولي في الشرق الأوسط روبرت مارديني الذي وصف الوضع بأنه أصبح شبيها بصراع منسي ستيفن أوبراين مسؤول إغاثة الطوارئ في الأمم المتحدة دعا دول الخليج إلى اتخاذ إجراء يحول دون حدوث مجاعة حقيقية وقال أوبراين إن الأمور تتطور بسرعة في اتجاه التحول إلى أسوأ كارثة إنسانية على الإطلاق ما لم يتم تجاوز الأمر وفي ظل مناشدات دولية لإنقاذ الموقف في اليمن كشفت وزارة الخارجية السعودية في تقرير لها أن المساعدات السعودية بلغت قرابة ثمانية مليارات دولار خلال العامين الماضيين وتم تقديم تلك المبالغ في مجال الأعمال الإنسانية وأعمال التنمية حد قول البيان وأمام مليارات خصصة للمساعدات الإنسانية يتساءل مراقبون هل تكفي المساعدات التي جمعت لإنقاذ بلد يقطنه الملايين فيما يتساءل آخرون إلى أين تصل هذه المساعدات